في هذه المحاضرة سنناقش بعض تفاعلات الألضحيدات والكيتونات وكما قلنا من قبل أن الألضحيدات والكيتونات تشترك في خواصها الكيميائية وذلك بسبب وجود مجموعة الكربونيل في كل منها لذلك تناقش تفاعلاتها كمجموعة واحدة النوع الأول من تفاعلات الألضحيدات والكيتونات هو وهو من أهم تفاعلات الإضافة للكربونيل حيث يتم في هذا التفاعل تكوير رابط كربون كربون جديدة أي يحدث بواسطة هذا التفاعل إطالة للسلسلة الكربونية في المركب ومن أمثلة الكربون نيوكليوفايلز المستخدمة نجد جريجنرد ري ايغانت وله الصيغة العامة RMGX وآيون السيانايت سي ان نبدأ بكاشف جريجنرد أي نتعرف على إضافة كاشف جريجنرد لكل من الألضحيدات والكيتونات يضاف كاشف جريجنرد للألضحيدات والكيتونات ويكون الناتج كهول أولي أو ثانوي أو ثالثي كما سنرى في الأمثلة التفاعل الأول يفاعل الفورمال ديهايد مع كاشف جريجنرد ينتج أولا ناتج وسيط تجرى له عملية برتنة بروتونيشن باستخدام حمض مائي وغالب ما يستخدم حمض الحيدروكلوريك مع الماء ويكون الناتج كهول أولي كما يتضح في هذا المثال يظهر تفاعل الفورمال ديهايد مع كاشف جريجنرد المستخدم وهو إيثايل ماغنيزيوم برومايد ينتج الناتج الوسيط ثم بإضافة الحمض المائي يتكون الناتج النهائي واحد بروبانول وهو برايمري الكهول اثنين أدشان أوف جريجنرد ري أغاند تو ألدحايد عند تفاعل أي من الألدحيدات الأخرى أي ما عدا الفورمال ديهايد مع كاشف جريجنرد يكون الناتج كهول ثانوي كما في المثال التالي عندنا الأستالديهايد يتفاعل في الخطوة الأولى مع إيثايل ماغنيزيوم برومايد وهو كاشف جريجنرد ثم بعملية البروتونيشن يتكون الناتج إثنين بيوتانول وهو كهول ثانوي ترجمة نانسي قنقر